تعال اخذك بقى لحاجة مهمة جدا انا كان ليا شرف مرة واحدة مرة قابلت فيها السوبرانو المصرية الكبيرة المهمة العظيمة دكتور نيفين علوبة مرة واحدة وطبعا ده حظي الجيد حظي غير الجيد ان يمكن مقابلتهاش بعد كده تاني دكتور نيفين علوبة حصلت على وسام الفنون والاداب الفرنسية وبرتبة فارس وهو ارفع وسام بتقدمه الحكومة الفرنسية في هذا المنح معانا على التليفون السوبرانو المصرية دكتور نيفين علوبة اهلا 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 ومبروك وسام فارس اهلا سيد يوسف ازاك يا دكتور نيفين ازا حضرتك كله تمام؟ الحمد لله ربنا يخليك انا كنت اقول انه كان ليا حظ جيد جدا وعظيم ان انا قابلت حضرتك مرة واحدة بس في حياتي لكن حظي العاثر ان احنا متقابلناش تاني بس فاتمنى فعلا ان احنا نتقابل تاني لان انا مهم عندي ان احنا نتقابل ونبقى في البرنامج ونتكلم يعني عندي اسئلة كتير جدا ما ظنهاش هتخلص لكن هرجع مرة تانية لدكتور نيفين الاهمية وسام زي ده لما بتقدمه فرنسا ومعروف ان فرنسا قد تكون هي الاهم دائما من وجهة نظر الكثيرين ومن اكتر الشعوب المهتمة بالفنون وكما نسميها دائما باريس عاصمة النور اهمية الوسام ده لدكتور نيفين ايه؟ الحقيقة يعني ده شرف كبير جدا جدا اولا طبعا علشان يعني اعتقد اي حد لما بيتقدر ويبقى فاهم ان الناس شايفة المجودات اللي هو عملها في طريق حياته كلها فده بيبقى احساس جميل جدا غير ان طبعا الوسام ده استلموا قبلية عظماء في مصر يعني منهم حتى يعني الاجيب الكبير ناجيب محفوظ ساس جمال غيطاني يعني الناس جميلة يعني كبيرة اوي فان يدرج اسمي في قائمة الناس اللي خدت نفس الجايزة او الوسام يعني ده حاجة شرف كبير اوي دكتور نيفين انا بقى من ضمن الاسئلة لانا كنت محتاج اسأل حضرتك عليها هي انه بتشوفي مستقبل الاوبرا في مصر عمل ازاي مستقبل مواهب المصريين اللي خدوا قرار ان هم يسلكوا هذا الطريق عمل ازاي بص الطريق يعني اولا عايزة اقول ان مصر ولدة جدا يعني فيه مواهب فعليا كتير قوي لما الواحد بيجي يوجه طالب لما يجيله يعني وصوته جميل ومستعد انه يذاكر ويضحي ويخوض تجربة التدريب يعني الى ان يصل لمرحلة انه يبقى مغني اوبرا دي الواحد يبقى فخور بقوي احنا طبعا للأسف الفن الاوبرا لي ما هواش نابع من عندنا يعني من بلدنا فاللازم يبقى يعني التوجيه يبقى الى انه يتدرب ويكبر عندنا ويسافر برا يخوض التجربة بتاعت انه يعيش في وسط البلاد اوروبا خاصة يعني اللي هي ده فن يعني نابع منها وبعد كده اللي فيهم بيبقى يعني حظه كويس بيقدر انه يلاقي طريق سهل او مش سهل طريق يوصلوا للنجاح العالمي وده احنا احنا قريدي عندنا كذا شخص في اوروبا بيغنوا ومعروفين وبعد كده يرجع مصر بقى وينقل زي ما انا والجيل بتاعي ينقل الثقافة بتاعته والتجربة دي للشباب المصري التاني صحيح انا انا مشكورك مرة تانية يا دكتور نيفين وببركلك يعني من قلبي فعلا مرة تانية وتالتة وعشرة واتمنى فعلا ان احنا يعني نعمل حلقة كده سواء اذا وقت حضرتك سمح ده يبقى مهم جدا بالنسبالي انا واحد من الناس اللي مهتمة بالفنون بشكل عام ومهتم الحقيقة بالاوبرا جدا بشكل خاص اتمنى ان انا اشوف اوبرا في كل محافظة مصرية يعني كل الشكر لدكتور نيفين عن لوبا السوبرانو المصرية العظيمة والعالمية اشتركوا في القناة